الطعام الجميل حسنا ليس جميلا دائما في بعض الأحيان يكون الطعام الذي نجده على أطباقنا غير صالحا للاستهلاك بالتأكيد من غزو المطاعم ومحلات البقالة إلى حركات عمال الوجبات السريعة المروعة حقا دعنا نلقي نظرة على بعض من أفضع الأشياء التي تحدث لطعامك عندما تغض بصرك عنه ماكي رقات آه ماكدونالدز المفضل لدى الكثيرين لسبب وجيه طبعا لديهم كل الكلاسيكيات بيج ماكس ماك ناغتز وماكي رقات أشعر بالجوع فقط بالتفكير في آه انتظر ماكي رقات حسنا لسوء الحظ كان هذا هو الحال بنسبة لأحد العملاء غير المحظوظين في عام 2019 تم إفساد يوم الأسترالي هذا على الفور عندما فتح البرغر الليفيف ليجد غزو لليرقات تتلوى داخل وجبته الآن أنا متأكد من أنك تستطيع تخيل مدش مئزاز الرجل ولكن فلنعرض المقطع الذي تم التقاطه في تلك اللحظة على أي حال ونرى رد فعله ووو لم يكن سعيدا حقا لكن هذا أمر مفهوم أعني رؤية تلك الديدان الصغيرة وهي تتلوى داخل وخارج اللحم والأسوأ من ذلك أنه قد أكل بعضا منه بالفعل الرجل المسكين إلا أنه ليس الوحيد نعم وجدت أم أسترالية نفسها منزعجة من هذه المخلوقات بعد أن اشترت لابنها الصغير وجبة سعيدة بعد نشر الحادثة على الإنترنت والتعاهد بعدم لمس الوجبات السريعة مرة أخرى تم تقويد اتهامات الأم من قبل عملاق الوجبات السريعة نفسه حيث ادعت ماكدونالدز من غير المرجح أن يحدث هذا في مطعمنا لدينا ثقة كبيرة في سلامة الأغذية وإجراءات التعامل معها وهو ما يترجم تقريبا إلى من؟ أنا؟ لا لا يمكن أن يكون هذا خطأي لذلك في حين يبدو أن الأقواس الذهبية تنكر بشدة أن ماك يرقات يتم تقديمها بالفعل في مطعمهم يبدو أن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك هناك شيء واحد فقط يبقى مؤكدا ليس لكل الوجبات السعيدة نهايات سعيدة طعام الطيور في عام 2015 اندهش المتسوقون في وولمارت في شيكوبي بولاية مساتشوسيتس عندما وجدوا مجموعة جائعة من العصافر تنقر اللحوم في المتجر للدفاع عنهم لطالما اعتقدت أن اللحم المفروم يشبه إلى حد ما أددان لذا ربما كانوا في حيرة من أمرهم ومع ذلك ذكرت روندا كيتشن المرأة التي التقطت المشهد المثيرة للشمئزاز أنها لن تشتري الطعام من هناك مرة أخرى أبدا وبرؤية تلك المناقير الصغيرة وهي تنقر اللحم النيئ من يستطيع أن يلومها رد مسؤول وولمارت على الموقف قائلين تمت إزالة المنتج المتأثر على الفور من الرفوف والتخلص منه كما تم إحضار محترفين لإزالة الطيور إجمالا تمت محاصرة 17 طائرا وإطلاق صراحهم لذا مع إيقاف سرقة اللحوم هذا ربما يكون وولمارت قد فاز هذه المرة ولكنها مجرد مسألة وقت قبل أن تهاجم الطيور مرة أخرى نامي بعين واحدة مفتوحة يا وولمارت أنت أيضا يا روندا الفئران المقلية في دور السينما هذا الخريف راتاتوي اثنان فخ المقلات العظيم تدور أحداث هذه المأساة السينمائية الملحمية في مطعم واتبرغر في تكساس وتحكي قصة فأر صغير شق طريقه إلى أحد المطاعم في عام 2019 ولقي مصيره في المقلات وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أن بيكسار ستختار هذا السيناريو في أي وقت قريبا جديا لقد توقفوا عن الرد على رسائلي فإن القصة لا تزال مزيجا من الكوميديا والحزن بعض الشيء وهي صحيحة بنسبة مائة بالمئة ولدي اللقطات لإثباتها بيني وبينك إليك عرضا مشوقا عندما أصبح بسرعة مركز الاهتمام بدأ أن هذا الرفيق الصغير قد أصيب برهبة المسرح وحاول الهروب بعيدا عن الأنظار لكن السيدة ذات القميص الوردي كان لديها أفكار أخرى بينما كان يتصارعا قام الفأر بالتأكيد بقفزة كبيرة مباشرة إلى المقلات من يريد فأرا مقليا هل من أحد؟ من المفهوم أن العملاء كانوا مستائين بعض الشيء بعد التضحية بالفأر لصالح الوجبات السريعة اندلعت حالة من الهرج والمرج مع أجزاء متساوية من الاشمئزاز والتسلية في حين كان فأر مسكين يقلى في الزيت الساخن ربما ليس من المفاجئ أن يتم إغلاق مطعم القوارد هذا وتطهيره وإخلاؤه من أي فرد من عائلة ستانلي الصغيرة آه نعم لقد قمت بتسميته ستانلي المسكين في عام 2018 قامت مجموعة من الأشخاص الجائعين بالحجز في مطعم كارليني وهو مطعم في إنجليترا حيث تقوم الشيف لورا جودمان بطهيل وجبات تناولوا طعامهم وغادروا ولكن في المساء التالي نشرت لورا هذا على فيسبوك لقد ذهبت نباتية صالحة تحب الحكم على الآخرين التي قضيت اليوم كله في الطهيلها إلى السرير ولا تزال تعتقد أنها نباتية الأمر الذي عند القراءة بين الصطور من شأنه أن يقود معظم الناس إلى افتراد أن لورا غشت ووضعت منتجات حيوية في طعامهم من وجهة نظر أخلاقية من الواضح أن هذا يتخطى الحدود ولكن الأسوأ من ذلك ربما كان لدى العميلة النباتية متطلبات غذائية خاصة أو حساسية تجبرها على أن تكون نباتية على الرغم من أن هذه الطاهية تفاخرت في البداية بأنها تلاعبت بشخص نباتي قبل بضع ساعات إلا أنها سرعان ما تراجعت عن هذه التصريحات وبدلا من ذلك دعت أنا آسفة جدا حقا لم تكن هناك أي منتجات لحوم مضافة إلى الأطباق بطبيعة الحال فإن محاولتها التراجع في مواجهة الانكشاف لم تكن كافية تماما وفي نهاية المطاف استقالت لذا لا تخاف يا نباتيين لن تهاجم مرة أخرى طعام الشارع الصيني طعام الشوارع لذيذ وغير مكلف ويقدم عروضا لذيذة من جميع البلدان والثقافات المختلفة ومع ذلك يبدو أن بعض الناس ربما فسروا عبارة طعام الشوارع بشكل حرفي حقا واجه مطعم لاكي ريفر الصيني في سان فرانسيسكو التدقيق في عام 2014 بعد أن تم القبض عليه وهو يضرب لحمه على الرصيف عندما سئلت الإدارة عن سبب قيام أحد موظفيها بضرب اللحوم المكشوفة بالكامل على الرصيف أوضحت أنه كان يحاول ببساطة طريتها مع التقارير التي تزعم أن الشارع الذي كان يضرب عليه كان مليئا بأعقاب السجائر العلكة والأوساخ العامة ومع شائعات أخرى عن انتهاكات قانون الصحة بالفعل فليس من المستغرب أن لاكي ريفر أصبح بسرعة تحت المجهر لقد تم إصدار أمر لهم بتصحيح المشاكل وإعادة تدريب الموظفين أو مواجهة الإغلاق وبينما أود إخباركم عن قصة ملهمة عن أن المطعم كان مستضعفاً وأثبت للجميع خطأهم فلا يمكنني ذلك من خلال بحثي يبدو أنه مغلق بشكل دائم وهو ما قد يكون للأفضل حقاً قصة الرعب التالية المتعلقة بالنظافة الغذائية تأتي من أحد مستخدم ريديت الذي يحكي تجربته المروعة كمساعد طباخ في مطعم غير محدد بعد أسبوعين من بدء العمل ذهب لإحضار علبة صلصة طماطم من الخزانة فقط ليتم الترحيب به على حد تعبيره من قبلي عن كبوت ضخم الآن لو كنت مكانه لكنت قد ركدت مسافة بعيدة لكن مستخدم ريديت قرر إبلاغ رئيسه بوجود هذا الضيفذ الأرجل الثمانية بعد أن أعرب عن قلقه أجاب الرئيس آه أرى أنك قابلت إدواردو نعم على ما يبدو أبقى رئيسه العنكبوت هناك كوسيلة لمواجهة الآفات والقوارض وعلى الرغم من أنني متأكد من أن إدواردو عامل مجتهد إلا أنني بالتأكيد أفضل أن لا يحتفظ المطعم الذي آكل فيه بالعناكب في خزائناه وإذا كانت قصة هذا الرجل صحيحة فأنا متأكد من أن وزارة الصحة ستوافق على ذلك إذا عدت بذاكرتك إلى عام 2013 فربما تتذكر الفضيحة سيئة السمعة المتعلقة بغش اللحوم في المحلات مع لحم الخيل هذا صحيح في أجزاء من أوروبا تم العثور على اللحوم بعد التحقيقات التي تم الإعلان عنها على أنها لحوم بقر أنها تحتوي على ما يصل إلى 100% من لحوم الخيول غير المعلنة علاوة على ذلك تم التأكيد أيضا على أن عددا أقل من منتجات لحوم البقر يحتوي بالفعل على لحم الخنزير وهو ما يعني من وجهة نظر دينية وأخلاقية أنه من المحتمل أنه تم تضليل المجموعات الإسلامية بمتطلباتها الغذائية أثارت هذه الفضيحة غضبا دوليا وأثرت على الجميع تقريبا من محلات البقال إلى المستهلكين ومن صناعة اللحوم إلى الاقتصاد الأوسع ولكن من أين أتى لحم الخيل بالفعل؟ اتضح أن المحققين وجدوا أن ويلي سيلتن تاجر اللحوم الهولندي بالجملة مذنب بسبب تزوير الفواتير والملصقات مما أدى إلى قيامه ببيع 300 طن من لحوم الخيل التي تحمل علامة لحم البقر أصر سيلتن على أن لحم الخيل الذي قدمه كان مخصصا فقط لطعام الحيوانات الأليفة ولكن انتهى الأمر باستخدامه بطريقة ما في البرغر في حين أن المعارضين لم يصدقوا هذه الحجة بسهولة لا يزال من غير الواضح من هو المسؤول بالضبط وللمضي قدما وعدت الحكومات الأوروبية بإجراءات أكثر سرامة حيث طلبت من تجار التجزئة والمنتجين نشر اختبارات أدقى على لحومهم ومع ذلك وفقا للبي بي سي حكم على ويلي بالسجن لمدة عامين ونصف فقط في عام 2015 مما يعني أنه في وقت هذا الفيديو ربما قد عاد للخارج وهو يعبث باللحوم تحققوا من لحومكم أيها الناس قد يعترف الكثيرون بهذا تاكو بال لذيذ جدا وإذا كانوا يعملون هناك فسوف يجدون صعوبة في منع أنفسهم من تناول الطعام كله تبين أن أحد موظفيهم شعر أيضا بنفس الشيء في صورتين تم نشرها على فيسبوك في عام 2013 يمكن رؤية الموظف وهو يلعق كومة من خبز تاكو المقرمش بعد أن انتشرت الصورة على نطاق واسع لم يكن من المستغرب أن المقر الرئيسي لشركة تاكو بال لم يرى الجانب المضحك من الصورة حيث قاموا على الفور بإيقاف الموظف المسؤول ثم طردوه بعد ذلك ومع ذلك قد يسعدك معرفة أن هذا الخبز لم يتم تسليمه للعملاء بل كان في الواقع متجها إلى القمامة على أي حال ولكن عندما يتعلق الأمر بذلك فلدى تاكو بال علامة تجارية للحفاظ عليها ولعقوا تاكو حسنا إنه لا يناسب علامتهم لكن هذا ليس الشيء الفضيع الوحيد الذي يحدث خلف كواليس تاكو بال حسم موظف سابق آخر مصيره في عام 2012 عندما نشر صورة على وسائل التواصل وهو يتبول على طبق الناتشوز في النهاية تم طرد صانع التاكو هذا من المطعم ولكن لا تزال هناك الكثير من الأسئلة مثلا إذا سألتني فإن تدفق البولي يبدو بعيدا قليلا عن مركز المنطقة السفلية مما يشير إلى أنه قد يكون عصيرا قادما من زجاجه والذي سيكون بمثابة تهدئة لنا إلى حد ما ولكن سواء كانت مسحة غير ضرة أم لا هناك شيء واحد مؤكد عندما يكون الموظفون على وشك التسبب بالأذى فإن تاكو بال سيقرع الجرس بسرعة المتسوقون السريون آه هل هناك أي شيء أفضل من رائحة المخبوزات الطازجة الجذابة الكروسون بان شوكولا الكوكيز من يستطيع المقاومة حسنا بعد أن تراها يتم قدمها من قبل القوارد تصبح أقل إغراءا قليلا نعم في عام 2021 في سوبرماركت سينزبوري في طريق إسيكس بلندن بدأ أن هذه الفئرانة تستمتع بوجبة الإفطار الفرنسية مما أثار رعب المتفرجين سرعان ما جذب الفيديو الذي تم التقاطه اهتمام الجمهور البريطاني واتخذت شركة سينزبوري إجراءات على الفور وأغلقت المتجر لزيارة عمال النظافة ومكافحة الحشرات أكدت شركة سينزبوري لعملائها أن السلامة والنظافة هي أهم شيء بالنسبة لهم على الرغم من أنه مع وجود هذا الفيديو أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستعادة ثقة الجمهور من المفارقات أن المتجر قام مؤخراً بإعادة تسمية شعاره إلى مساعدة الجميع للأكل بشكل أفضل والذي يبدو أنه يشمل الفئران أيضاً ولكن بغض النظر عن المزح فإن إبقاء القوارد بعيداً يمكن أن يكون مهمة مستحيلة تزعم بعض المصادر أنه في المناطق المبنية لن تكون أبعد عن الفئران بأكثر من 6 أمتار وحتى مع اتخاذ الإجراءات الأكثر دفاعية حيث يوجد طعام فمن المتوقع وجود القوارد إلى حد ما في الواقع يضع قانون الغذاء الأمريكي القوارد في تشريعات سلامة المبيعات الخاصة به حيث يسمح بـ 11 شعرة قوارد لكل 25 جراماً من البابريكا 4 شعرات ونصف لكل 225 جراماً من النودلز و4 شعرات لكل 25 جرام من مسحوق الكاري وغيرها الكثير لذا في حين أنني أستطيع منح سينزبوري فرصة فيما يتعلق بمشكلة الفئران إلا أنني ربما سأفكر مرتين قبل شراء السلع المخبوزة غير المعبئة على الرغم من أنه من المرعب أن تجد أشياء مقززة في طعامك إلا أنه في عام 2008 وجدت جون أغنيسيني أحد سكان نيويورك شيئاً غير متوقع تماماً داخل شطيرة سابوي شعرت جون بالرعب عندما فتح شطيرته ليجد سكيناً مقاس 18 سنتيمتر مدمجة بالداخل لحسن الحظ تمكنت جون من اكتشاف حشوة الشطيرة غير المرغوب فيها قبل أن تضع علامة في فمه ولكن على الرغم من أن جون لم يصب بالسكين إلا أن مقبضها البلاستيكية القذر صهر جزئياً في الشطيرة مما تسبب في إصابة جون بمرض شديد لمدة ثلاث ساعات ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ربما قام موظف نصف نائم بوضع سكينه في شطيرة جون عشوائياً من غير الواضح ما إذا كان هذا خطأ حقيقي أم مسحة فضعة ولكن في كلتا الحالتين يبدو أن جون هو من ضحك أخيراً حيث حصل على تعويض ضخم قدره مليون دولار الأمر الذي إذا سألتني يستحق عناء القيء لمدة ثلاث ساعات في هذه المرحلة من الفيديو ربما أدركت أن الفئران تحب الطعام لدرجة أنها تصبح في بعض الأحيان الطعام نفسه نعم في عام 2019 عندما اشترت ديانيرا كورتاز لابنتها حصة من دجاج تيرياكي من مطعم أوهايو ييهي جابان شعرت بالرعب عندما أدركت أن بعض الدجاج كان في الواقع فأراً صغيراً صديقة ابنت ديانيرا التي اكتشفت دخيل تيرياكي أولاً ذهبت على الفور إلى الحمام للتقيؤ وفقدت شهيتها لعدة أيام ألقي نظرة على المقطع أعتقد أنك قد تشعر بنفس الشيء هذا مرحباً أرى ما أجب أن أجده هنا هذا مرحباً يا رباً يا رباً يا رباً إنه مرحباً يا رباً يا رباً هل ترى؟ تنتشر قطع هذا الجرذ المطبوخ في الوجبة ومجرد رؤية جسده المقطوع وأحشائه المكشوفة يكفي لإبعاد أي شخص عن دجاج التيرياكي مدى الحياة بعد الانتقال إلى وسائل التواصل لتحذير الناس من المطعم الياباني دفع مقطع ديانيرا واسع لانتشار مسؤول الصحة إلى تفتيش مطعم أوهايو ثم إغلاقه لاحقاً من المفارقات أنهم فشلوا في العثور على أي دليل آخر على وجود قوارد في المبنى على الرغم من أنهم اكتشفوا الذباب والصراصير ومياه الصرف الصحي التي تتراكم عبر مصارف الأرضية لست متأكداً أيهما أسوأ الجرذ المطبوخ أم وجود البراز في المطبخ الذي كانوا يطبخون فيه الفئران؟ أخبرني برأيك في التعليقات إذا لم تقنعك القصة الأخيرة بأن المطاعم لا تحتوي دائماً على أنظف المطابخ فإن القصة التالية ستقنعك بتأكيد في عام 2015 قام ويليام بانزينو عامل التنظيف بتحميل جولة فيديو لمطعم متسخ في ليتلتون نيو هامبشير يدعى أيجين غاردن كونه قام بتنظيف هذا المطبخ قبل ثلاثة أشهر فقط من ظهور هذا الفيديو لم يكن بانزينو بالتأكيد معجباً بما رأىه على أقل تقدير هذا هو الاشياء في نوهامبشير ليلتلتون نوهامبشير لديك أحبب شديده؟ هذا هو كيفية تحببه رائعه ترقبه في المطابخ هذا المطابخ كانت تحببه مننا ثلاثة أجل وقتها في ثلاثة أجل ترقبه ترقبه في كل مطابخ لا ترقبه ترقبه لويكا مع البطريكي لديها ميت فضل في الهيئ مهارةة حصول المنكسين هنا أجل على المحطة لديها الروح الأخدار والصالة المطبخ بأكمله مغطى بالأوساخ والشحوم المتساقطة بسبب عدم وجود تنظيف أساسي منتظم إلى جانب الطهيل مكثف بالزيت كما تعلم الزيت غير قابل للذوبان في الماء لذلك عندما يتبخر فإنه يخلق طبقة رقيقة من الشحوم أينما تتلامس هذه البقايا اللازجة تدعو الغبار والأوساخ والبكتيريا إلى الالتصاق بها والتي إذا تركت بدون تنظيف يمكن أن تؤدي إلى بعض الحالات السيئة للغاية هكذا بعد أن شعر ويليام بيليش مئزازي من حالة المطبخ نشر الفيديو على الإنترنت والذي حصد منذ ذلك الحين أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة وكما هو متوقع سارع الكثيرون إلى التعبير عن شمئزازهم من معايير النظافة في المطعم حتى أن أحد المستخدمين كتب أنا أتبع حمية غذائية الآن سأشاهد هذا الفيديو في كل مرة أشعر فيها بالرغبة في تناول طعام غير صحي لقد نجح الأمر حتى الآن بشكل مذهل ها قد أضطر إلى تجربة ذلك بنفسي بالنسبة لمعظم الناس يعد غسل الفاكهة والخضار قبل تناولها إجراءا اعتياديا ومع زراعتها في الهواء الطلق فمن يدري كم عدد الجراثيم التي يمكن أن تكون كامنة فيها أو العقارب والمئويات في هذا الصدد صادف أحد الأشخاص في عام 2019 هذه الكائنات المخيفة المذكورة آنفا في فاكهة لانكسات الخاصة به وشارك اللقطات المثيرة للإزعاج لها وهي تتجول فيها من الآمن القول إنني لن أكون في مزاج لتناول الفاكهة بعد رؤية ذلك تم نشر هذا الفيديو بشكل مجهول لذا هناك القليل من المعلومات المتاحة لكن ما يمكنني قوله لك هو أن فاكهة لانكسات والعقارب شائعة جدا في الفيليبين لذا إذا كنت في المنطقة فسأغسل فاكهتي جيدا لو كنت مكانك من منه لا يحب تذوق شيء قبل الشراء يبدو أن هذا الفأر الذي يهتم بشؤونه الخاصة يجرب القليل من الجبن قبل أن يأخذه إلى منطقة الدفع لدفع ثمنه كما يبدو ربما يكون كريستوفر أليسون الذي صور هذا المقطع أكثر ميلا إلى طريقة الشراء الآن التجربة لاحقا حيث قرر الإخبار عن هذا المتسوق الصغير عندما رأاه يقدم بعض الجبن في متجر فود فور لاس في إلينوي عام 2019 بينما حافظ كريستوفر على موقف مرح تجاه هذا الأمر لم تكن فود فور لاس متساهلة جدا وأعلنت أنها تعاملت مع المشكلة المطروحة من خلال تدمير البضائع المتضررة تعقيم مكان العرض وبالطبع إخراج هذا المتسوق غير المرحب به آه لم يعطوه حتى فرصة للدفع المكون السري لكينتاكي آه كي افسي تشتهر بمذاقها اللذيذ والفريد تقول الأسطورة أن تركيبة كينتاكي السرية تتكون من 11 نوعا من الأعشاب والتوابل السرية للغاية والتي ربما تعزى نكهتها الفريد إلى شيء مختلف تماما في عام 2013 تم تصوير إحدى موظفي كينتاكي وهي تلعق بعضا من البطاطس المهروسة اللذيذة الأمر الذي يقودني للتفكير هل هذا هو ما يطفي على طعامهم تلك النكهة الخاصة؟ أنا فقط أمزح ولكن مع وضع هذه الصورة في الاعتبار من يدري ما هي الخدع المقززة الأخرى التي تجري وراء الكواليس ومع ذلك أوضحت كي افسي أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية بنسبة لكينتاكي من سلامة الغذاء تم إنهاء خدمة الموظفة المعنية على الفور لذا نعم ربما لا يكون لعق الطعام هو المكون المميز أو ربما يكون كذلك وأي شخص يكشف هذه الحقيقة يتم إنهاء خدمته من الأفضل أن أحمي ظهري في حالة قدوم العقيد في عام 2018 تعرض أحد مطاعم بيرغر كينغ لانتقادات شديدة بسبب وجود مطبخ المبوء بالفئران وكان الأمر سيئا حقا عند التفتيش تم العثور على فئران حي وقد نشرت عددا لا بأس به من فضلاتها في خبز البرغر منطقة التخزين الجاف وحتى آلة الثلج التقت شانتيل جونسون إحدى موظفات المتجر وجها لوجه مع الموظفين الجدد وقررت التقاط هذا المقطع القصير لهذه اللحظة مقرف أليس كذلك؟ ولا يسعني إلا التساؤل عن المدة التي قضاها هؤلاء الرفاق هناك أو الأسوأ من ذلك؟ كم عدد الخبز الذي وجدوا أنفسهم داخله؟ انتشر الفيديو على نطاق واسع وتأكدت سلسلة المطاعم من الرد بسرعة بعد أن شجعت شانتيل الناس على عدم تناول الطعام في المطعم تم إغلاق المبنى لمدة ثلاثة أيام لتأكد من أن كل شيء كان على ما يرام وعلى استعداد لترحيب مرة أخرى بالعملاء الجائعين ونأمل دون الفئران الجائعة من أعظم انتصارات البشرية بلا شك ظهور خدمات توصيل الطعام مثل أوبر إيتس حيث لم يكن توصيل وجباتك المفضلة إلى باب منزلك بهذه السهولة من قبل أو بالأحرى بعض وجباتك المفضلة دهني أشرح اتضح أنه لا ينبغي أن نفق كثيرا بالشخص الذي يقوم بتوصيل طعامنا في عام 2021 شاركت مستخدمة تيك توك سارة فروم فلوريدا مقطع فيديو يظهر أحد موظفي أوبر إيتس وهو يأخذ طعام العميل ويجمعه في حقيبته الصغيرة قبل تعبئة الباقي للتوصيل من المثير للصدمة أن الموظف يقوم بتعبئة صندوق غذائه الخاص ثم يغلق جميع العبوات مجددا ويقفز على دراجته ويواصل توصيل الطعام إلى العميل الذي ربما كان ينتظر بحماس غير مدرك من بدأ بأكل طعامه أولا رغم ذلك لم يفلت هذا الرجل الماكل من العقاب في الواقع تم الإبلاغ لاحقا عن فصله من العمل وهو أمر لا ينبغي أن يكون مفاجئا بالنظر إلى أفعاله الغبية لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو كم عدد موظفي توصيل الآخرين الذين يقومون بنفس الشيء ولم يتم القبض عليهم بعد ربما تحصل دائما على نصف الحصة التي يرسلها المطعم ربما يكون الأمر كذلك ولكن على الجانب المشرق قد يكون الأمر أسوأ بعد كل شيء لو كنت سائق توصيل حسنا أكره إخبارك بالأمر ولكن لن يتبقى شيء لتوصيله الآن هذه القصة التالية هي قصة تزداد سوءا مع مرور الوقت وهي ليست لضعاف القلوب لقد تم تحذيرك إنها تأتي من مستخدمة ريدت وومبرز ماما وتبدأ مع عمها مفتش الصحة في أستراليا تلقى تقارير عن متجر للأسماك والبطاطا كان على ما يبدو قذرا للغاية ويقدم طعاما به قطع من الشعر ذهب وتفقد المطعم دون سابق إنذار فقط ليتم استقباله من قبل المالك رجل مشعر للغاية ومتعرق يرتدي قميصا وسروالا قصيرا وبدون حذاء خلص عمها إلى أن مصدر الشعر لا بد أن يكون من الطباخ ونصحه بارتداء الملابس المناسبة اقترح أيضا تغيير الزيت الموجود في المقلة لأنه كان قذرا ومن المحتمل أن يكون ملوثا بشعره لذلك قام الطباخ بتصريف الزيت على الفور بينما كان عم وومبرز لا يزال موجودا ليجد شيئا كان قد نسي وجوده منذ فترة قطة هذا صحيح قطته الميتة والمقلية والمقرمشة كما وصفتها وومبرز ماما بأناقة وماذا عن رد فعل الطباخ؟ آه هنا ذهبت قطتي فعلا اختتمت مستخدمة ريديت بتوضيح أن الشعر الذي وجده الناس في طعامهم لم يكن شعر الرجل ولكن على حد تعبيرها فروى ولحم قطة ميتة نعم أمور غريبة حقا فقد كن ممتنا لأنك لست واحدا من المساكين الذين وجدوا كتل الشعر الغامضة تلك في طعامهم هذا حقا كابوس ماك مؤخرة فلننس عبارة أنا أحبه لدينا الآن أنا أحكه في عام 2016 تم القبض على موظفة ماكدونالدز هذه أثناء إعداد طلب وحرس العميل على التقاط هذه اللحظة قام مستخدم تيك توك ريلي كيس بإزالة المقطع الآن ومع ذلك في المنشور الأصلي بعنوان ماك ناستي يمكنك بوضوح رؤية هذه الموظفة تقوم بعملية حق كلاسيكية قاطعها الرجل وهي تعيش لحظتها ومن الواضح أنها لم تكن سعيدة بمجرد خروج يدها من مؤخرتها أمسكت ببعض البطاطس المقلية وسلمتها للرجل بنفس اليد ربما كان بإمكانها استخدام أداة إضافية لهذه الوظيفة إذن على أي حال ماذا قالت ماكدونالدز عن كل هذا؟ ذكروا؟ من الواضح أن مقاطع الفيديو هذه لا تعكس توقعات ماكدونالدز وأصحاب الامتياز لدينا تجاه أفراد الطاقم ونأسف بشدة للإزعاج الذي تسببت فيه لذا من الواضح أن إجراء بحث في منطقتك السفلية ليس جزءا من برنامج تدريبهم لذا فهو أمر مريح على الأقل يقال لا تعد اليد التي تطعمك ودعني فقط أقول بعد رؤية مكان تلك اليد بالتأكيد لن أفعل إذن هل ستبعدك أي من هذه الحكايات المقززة عن بعض الأطعمة مدى الحياة؟ أو هل شهدت أي كوارث جسيمة تتعلق بالنظافة الغذائية بنفسك؟ أخبرني في التعليقات وشكرا على المشاهدة